موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم سائل فل ولقاء جديد ومستمرين معاكم في آخر النهار من شرم الشيخ جينا يا شرم الشيخ من يوم الحد الصبح وكنا معاكم على الهواء يوم الحد بمساء وبدأنا يوم الحد الاتنين وبعدين شرفنا مبارح ونور المحطة الأستاذ علي الحمودة كاتبنا الكبير والإعلام القدير والنهار دا أنا معاكم إن شاء الله وإن شاء الله إذا عيشنا بكرة نكون معاكم إن شاء الله آخر النهار ممتد الإرسال طول النهار على قناة اليوم وعلى قناة النهار من شرم الشيخ الأهداف اللي خلت عليك أحكي ياخد القرار اللي إحنا كلنا جمعنا على اللي إحنا موفقين عليه أهداف كتير مش ضروري يكون الهدف الرئيسي إن إحنا نجيب سياحة لإنه والناس تقول لك إيه اللي هو الأجانب سمعنا يعني هم الأجانب هايسمعونه عشان ييجوا هم حيشوفونها لا مش ضروري يشوفونه على فكرة وعلى فكرة مش المشكلة إن هم ييجوا إحنا جينا في محاولة أو أنا يعني أنا قناعتي إنه جينا نطبطب عن الناس نقول بلدنا بخير يعني متخافوش ليه بقى ما نخافش عشان بنقول كلام كده لا عشان إحنا تعرضنا لكام نكبة مشابهة كتير جدا أنا أفتكر بما كنا في البيت بيتك كنا موجودين جايين شرم الشيخ نصور حلقات يعني نحتفي بشرم الشيخ وإذا بينا وإحنا عاديين في القوتيل ليحصل ضرب دهب الحكاية اللي أنتوا عارفينها حصلت من شوية سنين فاتت وقديني وقفت على الرجل وجينا أنا كمعاي زميل الإعلام القدير والسيستامر أمين ووقفنا على الباب بممر في الشارع وقدمنا مقدمة وجينا وعملنا الحلقات وكل حاجة وغطينا الأحداث وبعدين مرت الأيام الناس هنا في شرم الشيخ نفسهم بيقولوا بعد ذهب 15-20 يوم اتملت شرم الشيخ اتملت الكلام بقى عن إنه في مؤامرة وفي بتاعتها بقى محتاج مننا إن إحنا شوية نتأمل بعض شوية في مؤامرة طبعا في مؤامرة كل الدول عليها مؤامرات على فكرة مش إحنا بس بس المؤامرة يعني مثلا دلوقتي واحد مثلا حرامي جاية تأمر علي وجاي فروح تنع سعيب له باب الميت مفتوحه أنا عندي مشكلة مش ضروري بعندك مشكلة على فكرة مش ضروري بعندك مشكلة وفي متأمر آه في متأمرين طول الوقت على فكرة تاريخ مصر وتاريخ العالم مؤامرات الكبير بيقول الصغير دي قاعدة معروفة دي القانون الرسمي الواقع للحياة مش قانون ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما عندوش قوانين بالشكل ده أبدا في أي ديم الديانات أبدا إنما قوانين البشر اللي عملوها لنفسهم ودمروا بيها نفسهم هي دي إن الكبير بيأكل الصغير والتخين يأكل الرفاية والطويل يأكل القصير وهكذا هكذا الحياة فتقوم انت تعمل إيه قوم الكرآن يقول لك يعمل إيه المؤمن إيه خيرهم من إيه دي سيدنا محمد عليه السلام طب وإيه وأعدوا لهم إيه ما استطعتم من إيمان لا وبعدين إيه قاتلوا يعني كده قوة الإسلام دين القوة القوة الرؤوفة الرحيمة مش القوة الغاشمة المجتمعات النهاردة بتشتغل بالقوة الغاشمة سيطرة فيبقى إحنا محتاجين إيه بقى يعني مثلا النهاردة كان فيه انتهاء مؤتمر القمة العربية اللاتينية ده شيء جميل جدا حصل في المملكة العزيزة للمملكة العربية السعودية مهم جدا العلاقات مع أمريكا اللاتينية والمهم يتبقى فيه علاقات وفيه علاقات اقتصادية لأن هو الاقتصاد هو لب الحياة النهاردة هو اللي بيقوي مش بس الجيوش الجيوش على عنصر أساسي مهم جدا لكن جنب الجيش لابد يكون في اقتصاد متين يديلك قوة يفرد سيطرتك على العالم فالمؤتمر طلع بحاجة مجموعة أشياء كويسة جدا بس لقيت فيه تصريح من التصريحات أو في البان الختامي يدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة لحدود سبعة وستين بلو ما انسحبتش مفيش وإلا مفيش وبعد ذلك فإنه لا احنا بندعو إسرائيل للانسحاب الفوري من أراضي سبعة وستين إلا غاية حدود سبعة وستين طب هتنسحب ليه؟ يعني هي هتنسحب ليه؟ هي عندها حلم غبي بس عندهم طب هينسحبوا ليه؟ محدش يفكر وهو بيصيغوا هذه العبارة ندعو إسرائيل طب هو سقول ندعو إسرائيل وخلاص بلاش الفور ديت لأنه الكلام دوت أظن ما عادش ياكل مع الناس العبارات الرنانة الجميلة دي اللي فيها قوة مش حيائية ما عادتش تاكل مع الناس فأرجو يعني القادة العرب أن يفكروا في مسألة أهم من ده كله لأن انت دعوتك دي إحنا نقبلها كلنا وبنحبها جدا لكنها مش حدش هيجيبها أبدا محدش لن يستجيب لها أحد في العالم خالص إنما سيبك من حتة دي إحنا كمجتمع وتركوا الحكاية دي وحفظة لشدد عليها إنه إحنا محتاجين إيها الناس عندنا حلوين زي الفل كل حاجة موجودة في الوطن العرب لازم يبقى فيه تكتل تكتل اقتصادي كبير لازم ما نجيبش قمحة من استراليا ومن البرازيل ومن أمريكا أبدا لازم بتاحت عندنا في السودان ناخده من السودان والسودان تاخد مننا حاجات وهكذا لازم نغطي بعض اقتصاديا عشان تبقى فيه أمثلة كتير عن القوة يعني لازم البلد تبقى قوية هي قوية بس ملها السيطرة السيطرة تيجي منين من التكتلات العالم كله بيتكتل فلازم وإحنا بنشوف الحياة كده لازم نتأمل الكلام كتير وكله على فكرة كلام أنا أظنه أو أخده بأنه يعني فيه صدق مفيش فيه دعاء كل اللي بيطلع في التلفزيون الناس كلها أعتقد يعني عندي حسن ظني بالجميع الوحيد اللي ماليش فيه حسن ظني هو أنا شخصية إنما خليني لابع عندنا حسن ظني لأنه بعض الظن اسم طب يقولك واحد يقولك ده الظن الثاني لا خلينا في ده بلاش الظن دوت خلينا نقول إنهم كلهم عندهم نواية طيبة فتح سابهم جميعا وقلوبهم شتى لازم بقى إحنا بقى إيه نتفق على الأقل على الشكل العام الفكرة العامة إن ده وطن لازم يتخلص من عيوب كتيرة إذا ما كناش إحنا هنواجهها محدش هيواجهها معنا ولا حد هيحلها ولا حد هيحلها فأنا أتمنى إن إحنا يعني إن شاء الله عشان نشوف أيام جميلة ونشوف المدينة دي عامرة يعني أنا تكلمت معناس كتير وحصل لي مغرس في شرم الشيخ حبقولولك بعدين بقى بس انفدتم منهم باريح بلي الحمد لله مش ممت عرف إيه هو بس يعني نفدنا الحمد لله ربنا سعد بستورة كده من حيث لا تحتسب إنما نفدنا الحمد لله على كل حال إحنا محتاجين نضم شوي نسوي الصف نسوي الصف من غير ما حد يقولك إنت عارف إنت عارف وأنا عارف وكلنا عارفين تجاوزنا كتير وغلطنا كتير وقسقنا كتير شوف القرآن الكريم يقولك إيه يا كلون هو أذن على سيدنا الرسول عليه وسلم بيقول ده ودني بيسمع من واحد ويقول أم ربنا مزعرش ما هاجمهمش ما قلهمش كنت كفار لا 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 خالص أم تشوف القرآن بديئة مش معقول يا كلون هو أذن يقول إيه بقى سبحانه وتعالى كل لسيدنا الرسول عليه وسلم أذن خير لكم أيوة سيدة هوا أذن بيقولكوا إيه بيقولكوا حاجات حلوة جدا خلوا بالكم من بعض حفظوا على بعض احموا بعض اتكتلوا مع بعض ضموا مع بعض ترحموا خلوا بالك من اليتيم اللغان يدي الفقير بيقولكوا إيه أذنوا خير لكم فمين فينا بقى وخبالهم التفصيل الصغيرة دي اللي هي عبقرية القرآن ده مش عبقري القرآن ده حاجة يعني يعني مهما الناس فصرته حيظل القرآن يعني بحر لو كان البحر مددا لكلماته بالربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلماته ربي ولو جئنا بمثله مددا خلينا نقرب من بعد ونشوف أيام حلوة إن شاء الله النهاردة فقدنا الفقيه الدستوري سروة بدوي وده خبر يعني محزن جدا رجل قدم للقانون المصري وللأمة العربية أشياء كثيرة جدا جدا إحنا بننعيه وبنطلب من كل الناس اللي بيشوفونا أن يقرأوا الفاتحة ونتمنى أن يتغمدوا الله سبحانه وتعالى يعني برحمة من كبيرة واسعة مثل ما قدم لنا في الحياة من أشياء قانونية عظيمة جدا جدا في تونس بقى إيه بقى؟ في إبريل اللي فات نزل في اليوتيوب مجموعة 14 أو 16 فنان تونسي منهم ناس كبار ومنهم فنانين شبان مش هقول أسماء عشان ما بقاش بخص حد عن حد لكن اللي حصل أن الفنانين المصريين قاموا بالدور بتاعهم إن هم عملوا دعاية إن الناس تروح تونس فراحوا الفنانين التونسة عاملين دعاية إن الناس تروح مصر وده تزع في إبريل وقامت بدور كبير فيه جدا للصديقة العزيزة الفنانة الجميلة هن صبري وراح عاملين فيلم جميل جدا أخرجوا علي بن جمعة مغرج تونسي الكبير وزعوه بعدين رجعوا بقى يزعوه دلوقتي تانية فأنا عايز أفراجه لكم عشان تعرفوا إنه يعني إن إحنا كده لما بنضم بتبقى الحياة حلوة تعالوا نشوفكم البحر اللي يضحك ليه ولا ناس لا يبدلع أمنا الأولى مصر مصر الإسكندرية أسوان بورسعيد مصر مصر أو قاهرة صلينا الفجر فيه صلينا في الحسين أسوان الأقصر كلها مصر وبوسة للبس بوسة بحر غبان ما بيضحكش أصل الحكاية ما تدحكش سينة 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 أمك الفوق كرم أم مصر تاريخ مصر الفني الشعب المذيئات زوروا مصر نتقابلوا في مصر زوروا مصر نتقابلوا في مصر زوروا مصر زوروا مصر بلادي 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 لك حبي وفؤادي بايرام التونسي اشتركوا في القناة طبعاً المفروض ان انا اقول بقى شكراً للفنانين التوانسا لا طبعاً لانه هو واجب عليهم اه واجب ليه بقى لان احنا حتة واحدة انت لما تروحتون نسلمش في الشارع متل يوم متنشئين على حد مصر واحنا نحبوهم جداً دا عاملين حاجة لطيفة جداً عاملين حاجة كل يوم ولا كل اسبوع ظن بيجي تمنمية تونسي كل تلاتيام بيجي تمنمية تونسي على شرم الشيخ على فكرة ويرجعوا بيجي تمنمية غيرهم دي بلادنا ودي بلدهم لازم يبقى دا موجود بس دا ايه كلام قلنا كتير لكنه ما تحققش ابداً اقتصادياً اتحقق بس فنياً وروحانياً وعاطفياً بص الغرب تشرس في الوطن العربي وقطعوا حتت وحط له حدود عالأرض الحدود دي موجودة ومش حنتكلم فيها حدود موجودة دي حدود مصر دي حدود السعودية دي حدود الليبيا دي حدود الجزائر دي حدود تونس دي حدود المغرب دي حدود العراق دي حدود الإمارات ماشي اليمن؟ تمام هزي حدود الأرض لكن اللي فوق الأرض ما بفيش بينهم حدود ما فيش حدود روحانية بيننا وبين العرب أبداً ولا في بيننا حدود اجتماعية ولا في بيننا حدود دينية فإذا كانوا هم زنقونا في الحدود ماشي طبعاً نقر أن كل دولة ليا حقاة كدولة وكرئيس وملك كل حقاً لكن احنا بإننا حاجات روحانية وفنية وثقافية واجتماعية واقتصادية كبيرة جداً جداً دموا أيها القادة دموا الناس الناس مستعدة والله يحصل موقف لمصري في السعودية يحصل لمصري مش عارب إيه دي خناءات ما بتحصل في مصر ما تبقاش بلد وبلد خناءات معلش المصريين موجودين في كل حتة والقويتة وموجودين والسعودين موجودين وكل حقاً ما نقفش عند التفاصيل الصغيرة دي لأنه إحنا متأكدين إن الضمة دي هتفرق معنا كتير عشان بقى أقولك إن مصر بتقدر إيه بقى؟ إحنا عندنا أزمة وحكاية الطيارة والدنيا ونهاردة الأخبار بقولك الطيارة مش هتقعد مش السنة دي أصلاً هيطلع الأخبار من نتيجة التحليلات أو التحقيقات أو الحاجات وعندنا في مصر برضو قصة خاصة برجل الأعمال صلاح دياب ما في مناش منها حاجة خالص ده ما بتاع وسلح وضمار وإيه مش عارف إيه وإيه بتاع إيه هو فلوس مش فلوس وقصص وإشعات مش مقعنا وبعدين بنكيمون بيتكلم على مش عارفت مين على حسان بهجة وحسان بهجة دخل وخرج كده مش هينفع وبعدين واشنطن تقول تصريح وبعدين المحامي بتاع صلاح دياب يقول تصريح بعدين نصبير صلاح دياب خرج والراجل وقفوه عامل كده راجل عنده سبعين سنة وراجل راجل أعمال اللي عامل شغل كبير يعني بالحديد إيه ده إيه ده ده مصر برضو فيها أنا غيرما عملت حفلة في موسيقى العربية تحفة وهاني شاكر وعلي الحجار ومتحة صالح عملوا حاجات رائعة رائعة مصر برضو ومصر النهارده بيفتتح معارجاني الكاهيرا السينمائي مصر دي لازم تبقى زي دي مصر اللي فيها الفن ده اللي بيشوفه العلم العربي كله لازم تبقى ظروفها السياسية والاقتصادية والابتماعية شبه الحاجات دي لأن عشان الحاجات دي نبقى تبقى حلوة لازم تبقى شبه بعضها ما ينفعش بقى فيه حاجة كده والحاجات فيها اللي احنا شايفينه من المبارح والنهارده أو المبارح يعني خمستاشر يوم بعين تاني يوم خروج تلت فيه إيه جدعان بالراحة شوي على البلد ده فيه ناس بتقولك إن فيه أزرع بتلعب من وراء الرئيس إيه الكلام ده أنا ما اقتنعش بالكلام ده أبدا إيه العاك ده فيه حاجة فيه حاجة أنا شخصيا ما عنديش أي معلومات ولا فاهمها بس شايف مشاهد مرتبكة لكن جنب المشاهد المرتبكة فيه مشاهد فنية رائعة خليني احنا في الفن واسيبك بالسياسة بالناش ده أنا غام عاملة شريط ألبون جديد جميل جدا وأنا كنت يعني قدمناه أول ما نزل وكلمناه أنا غام في التليفون وزعنا الأغان بس بقى أغنية بقى أغنية أكتب لك تعحض واحدة عيني عايزة تخلع وبعدين هو مش عايز مش عايز مش عايز يمشي بقى قيت له بقى أنت بتفكر إن أنا هسيبك بقى واروح لوحد تاني يصني ويحفظني وبتاقى بص عم بس أنت غور وأنا أكتب لك تعاود مش عارف عادي تاني فكرة حلوة جدا فالأغنية من ختام المهرجان الحفلة بتاعت أنغام كانت يوم لاتنين يعني أول مبارع من ختام المهرجان وأنغام عليتها مرتين واربعة من ختام المهرجان للنهاردة اتشافت مليون مرة وده رقم تيبر جدا يعني إيه بقى بعد الغنو أقول لكم موسيقى موسيقى ممكن تسبني اشتري عمري اللي باقي يقول بك مش عايزة عايش معك عشان لو عشت كله جراح حرام ممكن تسبني اشتري عمري اللي باقي ربطة موسيقى بك تسبني ممكن تسبني كنا انا ممكن اكتبلك تعاقل مني اني هعيش لوحدي ومانع غمري بس عيش وبحترام موسيقى انا عايزة نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت مانا لو هكمل حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت مبقاش في قلبي مكان مليك ولا حد ثاني خلاص مفيش مبقتش عايزة حاجات كتير كل اللي انا عايزة عايزة موسيقى 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 انا ممكن اكتبلك تعاقل مني اني هعيش لوحدي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر يمكن نانسي قنقر 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 نانسي قنقر